معهد الإرشاد الإسلامي على منهج سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم من القرون المفضلة ونشر ذلك بين أهل أندونيسيا عامة زار رئيس مدينة سمارانت في معهد الإرشاد الإسلامي مما يدل على وجود العلاقة الطيبة بين المعهد والحكومة رؤية معهد الإرشاد الإسلامي أن يكون المعهد من أفضل المعاهد الإسلامية القائمة على منهج سلف الأمة أهل السنة والجماعة المرحلة الابتدائية لتحفظ القرآن الكريم تسعى هذه المرحلة في تخريج الخريجين الذين يحفظون القرآن الكريم المرحلة المتوسطة تسعى هذه المرحلة في تخريج الخريجين الذين لهم الكفاءة في التكلم باللغة العربية والمعرفة في العلوم الإسلامية والعلوم العامة الكافية مرحلة الإعداد اللغوي هذه المرحلة مهيئة لخريج المرحلة المتوسطة خارجة المعهد بتركيز دراسة اللغة العربية ليتمكنوا في الالتحاق بمرحلة إعداد المعلمين مرحلة إعداد المعلمين تسعى هذه المرحلة في تخريج الخريجين الذين يستوعبون العلوم الإسلامية والعلوم العامة والمهارات الكافية والخريجون من هذه المرحلة يحصلون على الشهادة من الحكومة والشهادة من هذا المعهد الحاصلة على المعادلة للمناهج الدراسية من لجنة المعادلات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية القاعة الدراسية في وحدة المدينة القاعة الدراسية في وحدة مكة مسكن الطلاب القاعة الدراسية للبنات مسكن الطالبات مكتبة دار الإرشاد فيها كتب علمية أكثر من أربعة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعين عنواناً للكتب يستفيد منها جميع منتسب المعهد معمال الحاسوب الآلي مسجد الفضل المتسع لثلاثة آلاف من المصلين المركز الرياضي فيها أربعة ملاعب المصبح للطلاب المعهد المطعم للطلاب والمدرسين والموظفين حاز معهد الإرشاد الإسلامي بوفود المدرسين من قبل وزارة التعليم والتربية بالمملكة العربية السعودية ترى هذا الأمر بحمد الله تعالى في تطور اللغة العربية عند طلاب المعهد اشتركوا في القناة